اشتركوا في القناة البصري يشكل هدراً للأموال العامة الثانية والربع بتوقيت بيروت أهلاً بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضاً عبر الموقع ومن خلال فيسبوك وتويتر غداً يدخل ملك المجد إلى أورشليم وعلى وقع الهتفات وهذا العام سيحتفل اللبنانيون بعيد الشعنين من المنزل أما اليوم فهو سبت لعازر أي ذكرى قيامة لعازر من الموت حين قال له يسوع المسيح لعازر هلما خارجاً لعازر الذي مات ورقد في القبر لمدة أربعة أيام قام من الموت بقدرة يسوع المسيح فلنتأمل في هذا المشهد وهذا الفعل الإلهي لندرك جميعنا بأن الظروف الصعبة وحتى الأوبئة وكل ما نعيشه اليوم له نهاية فمع الله لا شيء مستحيل وفي سياق النشرة رئيس الطيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل تطرق في مؤتمر صحفي إلى كل المواضيع المطروحة وأبرزها ملف التعينات وأزمة كورونا أخذت الحكومة بمدادرة من الرئيس قرار ممتاز بكشف الوضع المالي وأرقامه ولكنه غير كافي إذا ما استطبع بقرار تدقيق تقرير وتشريح تدقيق تشريحي بيسمه لكل الحسابات عن الأعمام السابقة لتبيان لا وكيف وصلنا لهون وبهالمجال بيجي موضوع أول شيء الأموال الموهوبة لمصارف ولسياسيين من خلال الهندسات المالية واتنان الأموال المنهوبة بعمليات احتيالية بموجة بأنون تبيض الأموال أو إذا تم إكرار أنون استعادة الأموال المنهوبة يلي نحن مقدمينه وثلاثة الأموال المحولة للخارج وخاصة سنة 2019 وتحديدا بعد 17-20 وخاصة الأموال يلي بتعود لنافزين ومتمولين وأصحاب مصارف ومساهمين فيها وسياسيين وصار عنا معلومات وأسماء وأرقام تعرفوا تماماً أنه نحن عملاحق هذا الموضوع نحن أعددنا أخبار موسئ ومننطر الوقت المناسب لتقديمه لكي لا يتم تجميده بحجة الكورونا مع العلم أنه يمكن للقضاء العمل الإلكتروني والقاضي جوسلين متى هي خير مثال على هذا الشي المصارف هون كمان عليها مسئولية قانونية وأخلاقية بامتناع عن التسديد أو التحويل الفوري للخارج للمضيعين الصغار يلي هن أصحاب حقوق وأصحاب حاجة فيما عم بتحول للخارج لبعض النفذين أموال طائلة بملايين الدولارات ولا يمكن القبول بهذه الاستنسابية لبعدها مستمرة لليوم وبنفس الوقت نحن حريصين على عدم انهيار الكتاة المصرفة وعلى إعادة هيكلته وضبط عمله ليكون رافع على الاقتصاد الموضوع الثاني هو هيدا القانون هو حجر أساس بأي عملية إصلاحية للقطاع المصرفة وطم الاتفاق أخيرا على وجوب أيام مجلس النواب بإكراره وعلى الأساس قدم وزير المال مشروع القانون للحكومة ما بنعرف شو صال حتى سحبه وسمعنا كلام لاحئا أنه الأمر غير دستوري وهيدا مش صحيح برأينا البرهان أنه نعمل قانون كابة الكنترول بآخر الستينات عيام إنترا وإذا الموضوع هو مش من ناحية المبدأ هو من ناحية مضمون القانون فلازم يكون كلنا متفقين أنه الأولابية والهدف من هالقانون هو حماية الموضعين الصغار مش المصارف بفهم أنه ترفض بعض المصارف المخالفة مع أنه بيأمن لألة قاعدة قانونية لوقف الدعوة بحقها وهيدا الشيء لازم توفره الدولة لألة ولكن أنا ما بفهم أنه ترفضوا بعض الكتل النيابية على كل حال عم بيقوم رئيس لجنة المال نائب إبراهيم كنعان بمسعى لتأمين التوافق على صيغة قانون بيتبنيها الجميع وإذا فشل لحنقدمه نحن كاكتراح قانون من قبل تكتل لبنان القوي تالت نقطة هي صندوق النقد الدولي نحن منعتبر أنه قاني القوان ليبدأ التفاوض الفوري والجد مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل للبنان إذا نسبتنا الشروط ووفقنا عليها واتفقنا منروح للحكومة والمجلس النيابي ومنقره وإذا ما وافقت لبنان وما نسبتنا مننسى الموضوع ومننزيله من التداول الجديد لازم يكون مش أنه تحرموا الناس يلي بالحكومة باقتراح أسماء لأن الدستور بنص على تلتي مجلس الوزراء لإنجاز التعيينات وهذا ما اسمه محاصصة، هذا اسمه دستور الجديد هو أنه تفرضه على اللي بالحكومة وعلى الوزير المعنى بأي مركز بأنه يقدم سيارة زيتية جيدة وتوافقوا عليها أنتوا على أنها هي جيدة أنه البعض أراد لهذه الحكومة أن تكون على فترة قصيرة معينة بتقطع مرحلة وبتروح لترجع الحكومة السابقة وهذا الشي مش خافة وتمت مفتحتنا ومحوارتنا فيه ولما شافوا أنه هيد الحكومة عم تشتغل ويمكن تقدر تستمر بلشوا يستعجلوا رحيلة وهون فيه تقاطع بهذه المصلحة بين بعض من فيه داخلها وبعض من فيه خارجها ومشان هيك منشوفهم بيهددوا مراراً بالاستئالة أنا بدأ الحكومة إلى إنجاز ما عجزنا عن تحقيقه نحنا سابقاً بالمال، بالاقتصاد، بالكهرباء، بالسدود، بالقطاع العام، بالموازنة، بالمال، بالهدر، بالفساد وما حدا يحدد الحكومة بالاستئالة أولاً لأن الاستئالة من المجلس هي تهويل وما فيه فايدة لأصحابها بإعادة الانتخابات على النسبية وتانياً لأن الاستئالة من الحكومة بمعنى أسقاطها من داخلها بيكون حتمة إذا الحكومة ما أنجزت الأمور المطلوبة منها من التجربة، وهذه تجربتنا بالحكومة السابقة أشرف للحكومة إنها تنجز وتسقط من إنها ما تنجز وتسقط إذا كان محكوم عليها إنها تسقط فلتسقط بشرف أنه يلي عم نشوفه أوقات من خرق جماعي ببعض المناطق والاختلاط بمناسبات اجتماعية هو تصرف غير مسؤول وجرم بعاقب عليه القانون فإذا هيدة مسؤولية وتضامن المجتمع بكل فئاته ما بتقدر ناس تنحجر وناس تكذر لأن الوباء لما بينفجر بطال الكل وإذا نهارت منظومتنا الطبية ما بنعود نقدر نعالج ولا أي مريض كورونا وغيره أمر تاني هو مسؤولية مشتركة إنها نساعد الناس اللي عم طلبها إنها تبقى بالمنازل وهي من دون عمل ومن دون إدراء على العيش من دون مدخول وهيدا هي المصيب الأكبر في الحصص الغذائية، المساعدات المالية، الأدوية، أدوات التعييم، حاجات الأطفال كتير من ناحية اللي قامت فيه الدولة لناحية تقديم أربعمائة ألف ليرة للعيلة المحتاجة ولكن منه كافة وكلنا بنعرف إنه وزير الشؤون الاجتماعية ما بيقدر يتكل عبر نامج الفقر ولوايحه لأنه بالسابق الوزراء تلاعبوا بالمعايير لغيات تنفعية وأصلا هيدا الحوايج اللوايح بحاجة لتيويم بسبب زيادة الفقر هون كمانا لابد من الإشارة إنه الطيار فتح حسابات لتبرعات نقدية وعينية وفتح خط ساخن بغرفة العمليات المركزية لكل مساهمة ولح نلجأ لمفهوم العونة العونة بمجتمعنا ولح نعمل برنامج العونة العونية بلشناها مبارحة باجتماع إلكتروني للمجلس السياسي وبإنه كل فرد مننا أو كل عيلة تهتم بعيلة تانية بشكل شهري دايم أمر ثالث هو مسئولية مشتركة ولكن على الدولة أكتر هو الفحص السريع هم نحاول من ثلاث أسابيع نقنع الوزارة باتباعها على الاستراتيجية وبعد ما نجحنا اعتمدتها دول كتير مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان وليك وين صاروا؟ حاصروا الوباء واعتمدت مؤخرا الاتحاد الأوروبي السيئو والاف دي اي بأميركا ولكن هون بعد ما مش الحال وأنا بنبه من كارسة إذا ما اعتمدناها والحكومة بتتحمل مسئولية إذا ما عامت بعمل استباقي بهذا الخصوص أمر رابع هو مسئولية مشتركة وهي عودة المنتشرين أنا من يلي طالب بهيدا الموضوع لأنه حق ولكن نبهت أنه ما لازم يتحول لأنبلي من فجرة بوجهم بوج المقيمين أولا مسئولية المنتشرين أنهم لازم يعرفوا أنه هن ما بيقدروا يرجعوا كلهم وفورا هيدا العودة هي فقط للمحتاجين بالأولوية وبالتدرج ومن دون أي تمييز وخاصة تمييز طبقية ومادة وعليهم أنهم يتساعدوا لأن الأولوية هي للمحتاج ومش للغنى مش للي عنده واسطة أكتر بالسياسة وبالسفارة وما له حقول أكتر من هيك ثانيا مسئولية الدولة أنه هي تأمن أنه ما بيصعد حدا للطيارة من دون فحص وبأقصى حد ما بيختلطوا مع بعضهم اللي هن مع فحص ويلي هن من دون فحص بالعكس بيتعربوا إذا اضطرت من شي محل أن العالم يجي من دون فحص بيجوا كلهم مع بعضهم وبيعرف هي اللي فيت على الطيارة أنه هيدا الطيارة مش مفحوصة وبتحمل هو المسئولية وقال للدولة بتكون عم تتحمل المسئولية وبكل الأحوال ما لازم يخرج حدا من المطار من مطار بيروت من دون ما يكون عنده فحص مأكد بالPCR يا أما مصاب بيروح على المستشفى وأما غير مصاب بيروح على الحجر المنزلة وإلا إذا مش مؤكد موضوعه بيروح إلى حجر جماعي بالأوتالات يلي كلنا مدبرينها وبالأماكن يلي كلنا اشتغلنا على تأمينها أنا غير مطمئن لهيدا الموضوع وأنا بنبه أي لبناني أنه ما يطلع على أي طيارة إذا ما كان متأكد أنه لا مصابين فيها وأنا بحمل الحكومة مسئولية أي خلط بين الركاب من دون معرفتهم المسبقة هن يلي بيصعد يلي بيطلع على الطيارة مطمئن أنه ما فيه مصابين فيها ويصاب فهيدي جريمة بتكون عم ترتكبها الدولة بحقه وبحق البلد وأنا من محبتي للمنتشرين وحرص عليهم بقلهم ما تستعجلوا المجيء من دون التأكد بكل الأحوال إمكانية الاستيعاب بلبنان قليلة جدا بالنسبة للأعداد يلي تسجلت بالسفارات ويلي وضعه مقبول محل ما هو ينطر ويلي وضعه صعب صحيا أو ماديا السفارة عليها تعطيه الأولوية وتتأكد معه من إجراء الفحص وهون تالتا بحط المسئولية كمانا على شركة الميدل إيست العملية هون منى تجارية مش لازم يكون فيها أرباح إطلاقا والمناسبة منى لتعود الميتل إيست خسائرها جراء التوقف عن العمل والشعور خليني أقول الشعور بالأول أنه الأسعار غالية كتير هو عام وأنا بطب من الحكومة إجراء تدقيق مالي بالأسعار لتبيان الحقيقة وإطلاع الرأي العام عليها حتى ما يكون فيه شكوك وفي تقريرها اليومي أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ أربعة أربعة 2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة خمسمية وعشرين حالة بزيادة 12 حالة عن يوم أمس علما أن عدد الفحصات التي أجريت في الساعات الأربعة والعشرين الماضية بلغ خمسمية وخمسين فحصا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على سبعة عشر وفاة أعلنت القنصلية الفرنسية العامة في لبنان في بيان أنه في إطار الآلية العالمية التي وضعتها وزارة الخارجية الفرنسية من أجل السماح للفرنسيين الموجودين في بلدان العالم وغير المقيمين فيها بالعودة إلى ديارهم في فرنسا نظمت السفارة فرنسا والقنصلية العامة في لبنان مع شركة طيران أير فرانس رحلة تجارية أمس الجمعة من أجل تأمين عودة الفرنسيين والأوروبيين غير المقيمين من الذين لم يتمكنوا من العودة إلى فرنسا قبل 18 أذار أي قبل تاريخ إغلاق مطار بيروت الدولي وكافة الحدود وتمكنت السفارة من تأمين عودة جميع الفرنسيين الموجودين في لبنان وغير المقيمين فيه الذين كانوا سجلوا أنفسهم لدى القنصلية بهدف الحد من انتشار الفيروس وتوجهت القنصلية بالشكر للسلطات اللبنانية لتعاونها بعد انتشار صور لاقتضاظ في سوق الخضار في سن الفيل على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبة المواطنين القوى الأمنية التدخل نظرا لعدم اعتماد المعايير الصحية في إحدى المحلات يهم لجنة السوق أن توضح أنها قامت بكل الإجراءات اللازمة وضبطت الوضع منعا لتكرار مثل هذا الأمر كما اتصلت اللجنة بالبلدية وتم إقفال المحل المخالف وتعقيم السوق وأكد أحد أعضاء اللجنة في اتصال مع الوتيفي أن هذا الأمر لن يتكرر وسيتم التشدد مع كل مخالف حفاظا على سلامة أصحاب السوق والعاملين والزبائن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر يؤكد الطلب من مجلس الوزراء السير في تنفيذ مشروع سد بسري ويشدد على أن إيقاف العمل بالسد يشكل هدرا في المال العام الوزارة طلبت من مجلس الوزراء تأكيد السير في تنفيذ مشروع سد بسري بحسب القرارات الحكومية والمرسيم والقوانين المقررة والعقود الموقعة تأكيد من الوزير ريمون غجر نظرا لأهمية المشروع لجهة تأمين المياه لحوالي نصف الشعب اللبناني بالإضافة للخلل الكبير اللي ممكن ينتج عن أي قرار مخالف لتعليق تنفيذ هالمشروع على اعتبار أنه ما تم تسديده لحديد اليوم بهالمشروع هو حوالي 320 مليون دولار اللي هي بتساوي كلفة الاستملاك كلفة الأشغال المنفذة من أنفاء وخطوط جار ومحطات تكرير وغيرة هيدا بيعتبر هادر الأموال العامة اللي تمت استدانتها من البنك الدولي بموجب قروض وأوانين صادرة عن المجلس النيابي ومخصصة حصرا لتنفيذ هيدا المشروع يعني ما فينا نستعمل هيدا المصاري لشي تاني إضافة إلى ذلك في أكلاف ممكن تتكبد الحكومي لاحقا إذا فسخت العقود تنفيذ وبيصير فيه مطالبات من إبل الـ وأكد غجر أن هذا المشروع قد أشبع دراسات مشروع ساد بصري من وليدت اليوم وهيدا شي أنا ما كنت أعرفه قبل ما أجي على الوزارة لا الحكومي هيدا ولا اللي قبله بلش هيدا المشروع نتيجة دراسات وقرارات بلشت بالـ 1953 من قبل الـ United States Bureau of Reclamation لجنة أمريكية نعرفت وقتها بالنقطة الرابعة السبب الرئيسي لإنشاء مشروع ساد بصري هو تزويد منطقة بيروت الكبرى بالمياه اللي بيوازي بحدوده الدنيا 100 مليون متر مكعب سنوياً خاصة بفترة الجفاف يعني حوالي 500 ألف متر مكعب اليوم في أجهر الشح وهيدا بينعكس نقص كبير على معدلات التغزيل اللي بتوصل لثلاث ساعات باليوم بمعظم المناطق خلال فترة الساف ويمكن يصل يوصل هذا النقص لـ 200 مليون متر مكعب سنوياً بحدود العام 2035 يعني اللي قاتي أعظم مشروع ساد بصري قد أشبع درساً وهلأ يعني عدت بعض الدراسات اللي نعملت ولكن هايدي الدراسات مش منى الدراسات الوحيدة اللي حتنعمل فيه دراسات زيادة حتنعمل يعني حسب الأصول وجدد غجر تشديد وزارة الطاقة على أهمية مشروع ساد بصري متمنياً على الجميع التمتع بحس المزئولية الوطنية وأظهار الإرادة الصادقة للعمل سوياً بغية المضي بالمشروع مع التشديد كذلك على الانفتاح مع النقاش العلمي للإجابة على كل الهواجس وبعيداً عن الكورونا تجهت الأنظار أمس إلى الهزة الأرضية التي استشعر فيها عدد من المواطنين ببعض المناطق اللبنانية بقوة 4.4 درجات مديرة مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية السيدة مارلان ألبراكس تشرح تفاصيل الهزة ضمن أخبار المساء جاينا اتصالات قريباً من يعني مش ملاحقول كده المناطق بس من عدة مناطق يعني بالشمال ببيروت جنوب بيروت بالمتن تسروان هلأ بس بكل منطقة في ناس شعره في ناس لا أكيد بيختلف الشعور بين أنه يكون وين يعني بأي طابق قاعد أو بأي طبيعة أرض بس تقريباً معدد لبأس بي من المواطنين سعروا فيها طيب وهي من وين واصلة إذا بدأنا نحكي عن خط هذه الهزة هي هيدا الفالي مش فالي المشرق يعني مش الفالي تبعيدنا هو هيدا الفالي بيمرق جنوب أبروس بالمحر وبيطلع صوب الشمال مروراً بالمقابيل منطقة اللدئية وبيوصل لتركيا هلأ هالفالي اللي الهزة صارت بالقصم منه تقريباً مقابيل منطقة اللدئية يعني أربعين كيلوماتر شمال اللدئية بس بالبحر حسب المعلومات التي توصلنا له هالحدي تهلأ هو أنه في ناس شعروا فيها كمان أكيد بأبروس وبسوريا وبتركيا قوة تعديت الرقم أو الشعي المنسمية بيقدروا يحطوا فيها العالم بس ما بتعني شي يعني ما بتعني أنه لازم يجي وراها هزة أقوى كما أنه ما بتعني كمان أنه ملاح بيصير في شي يعني نحنا عايشين بمنطقة فيها كتير فوالة فبالتالي هاللي صار اليوم هو ممكن يصير بأي وقت الكهين نعطول في عنا هزة عم تتسجل يعني آخر هلأ خريطة طلعناها للهزة الأرضية صاروا آخر 14 سنة فيون 10.000 هزة بمنطقتنا فطبيعة الحال ما حدا حسب العشر تلاف بس لأ العم تتعرفي أنه أو للمواطنين والمستمعين يعرفوا أنه نحن نعايشين بمنطقة عصور فيها حركة زلدارية على بس تتعيي تقوى شوي من هزة فيها مع هذا الخبر مشاهدين نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر فيسبوك واتويتر شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة